مجموعة الثالثة وهو كمان دورتموند بعد ما كان متقدم على آيكس واحد صفر واحد صفر رجع بالنتيجة وخسر زهابا وقيابا من آيكس في آيكس تصدر المجموعة عبما مركزه كأول في المجموعة بروسيا دورتموند الحقيقة بيعيش موقف مش سهل تماما لأن المجموعة أصلا صعبة يعني آيكس يا مستردام بروسيا دورتموند سبورت انجليش بونا عندها سيكس بوينت سعي سبورت انجليش بونا كمان لصعابة الأمور على دورتموند الجول اللي فاتت فوزها 4-0 على بشكتاش التوركي خلت موقف بروسيا دورتموند صعب جدا سبورت انجليش بونا لسه عنده مطش مع بروسيا دورتموند لسه عنده مطش مع آيكس أعتقد أنه يعني دورتموند أقرب أنه يتأهل في المركز الثاني ولكن المرضود الفني اللي شفناه من آيكس طول المباراة زهابا أو يابا أعتقد أنه تفوق في كل الفروق سواء فردية أو فنية أو تيكتكية على دورتموند ما فيش شكل كمان دلوقتي آيكس من يمكن من هم أربع فرق اللي يمكن ضمنوا ضمنوا تأهل دورز الستاشر ومنهم آيكس بالعلامة الكاملة أربع مباراة 12 نقطة لكن خلينا تكلم خاصة يمكن المباراة بتاعة آيكس ودورتموند والعودة بعد الخسارة واحد سفر بيعود تاني فريق آيكس فريق مميز جدا عمر وعنده متوسط الأعمار لا يتجاوز للـ 24 سنة فريق يقدم كرة رجمية بشكل أكثر من رائع هل شايف حظوظ آيكس ممكن تكون الوصول لأبعد نقطة في الشامز ليج ولا الشامز ليج طبعا فيه عمليقة زي الشلسي وزي ليفر بول شايف آيكس إزاي في هذه المجموعة آيكس بيمتلك مقدير فني كل الأندية في أوروبا بتتهافت عليه وبالرغم من ذلك هو مستمر مع آيكس بالأداء الجمالي اللي بيقدمه ولكن آيكس يعني خلينا نشوف نقول ان احنا السيمي فاينال اللي وصلوله من حوالي موسمين ده ده صعب جدا ان هو يوصله تاني بالشكل اللي موجود للفرق الكبيرة اللي موجودة دلوقتي زي باير مينخ وبريستن جرمان ومانشستر سيتي فيه شي فرق كبيرة موجودة ومانشستر نايتت حتى فيها ريال يعني ممكن نشوف آيكس آف دور الستاشر في دور التمانية لكن نشوف ان هو يعيد انجاز من ثلاث سنين ويوصل لنص النهائي لا ده اعتقد ان هو صعب جدا طيب تعالوا برضو نشوف ترتيب المجموعة لو جاهز معنا برضو نشوف لان زي ما بقول يعني بروسيا دورتموند كان من الناس المرشحة والفرق الأكيد المرشحة للوصول لدور الستاشر لكن ترتيب المجموعة طبعا في المركز الأوز الأول آيكس آف مستردام بالعلامة الكاملة وضمان التأهل لدور الستاشر أربع مبارات 12 نقطة دورتموند في المركز الثاني بنفس رصيد سبورت انجليش بونا كل فريق عنده ست نقاط في شكتاش طبعا التركي بدون نقاط وبدون فوز وهزيمة في أربع مباريات البطاقة التانية مشتعلة طبعا انت رأيك ان خبرات بروسيا دورتموند يقدر يحسم البطاقة التانية والصعود لي دور الستاشر أعتقد دورتموند هيقدر تفوق على سبورتنج لجبونا أعتقد ان لجبونا حتى هدفه هو اليوروب ليج مش انه يكمل في دوري أبطال أوروبا يعني فرق متوسط الجدول دي أو فرق يعني اللي بتكون جاية من البرتغال أو فرنسا أو كده بس سناعة باريس الجرمان يكون هدفهم أكتر أنه يروح اليوروب ليج لأن ده هيقدر يوصل فيه لمستويات أحسن هيقدر يوصل فيه يعني فروق فردية مع اللعيبة ومع الجرأ اللي موجودة ويقدر يوصل لسيمي فاينال يوصل لنهائي شوفنا يعني سبورتنج لجبونا من سنتين كان في سيمي فاينال اليوروب ليج شكرا